سرح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات دياء رشوان أن مصر قد ترحت بالفعل إطارا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية سعيا وراء حكم الدماء الفلسطينية ووقف العدوان على قطاع غزة وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن صياغة هذا الإطار قد تمت بعد استماع مصر لوجهات نظر كل الأطراف المعنية بهذا الإطار مشيرا إلى أن المقترح يتضمن ثلاث مراحل متتالية ومرتبطة معها وتنتهي إلى وقف إطلاق النار مشددا على أن كل ما يتعلق بموضوع الحكومة الفلسطينية هو موضوع فلسطيني محد وهو محل نقاش بين كل الأطراف الفلسطينية كما أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر لم تتلقى حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح من أي طرف من الأطراف المعنية لافتا إلى أنه سيتم بلورة المقترح بصورة مفصلة وسيتم إعلانه كاملا للرأي العام المصري والعربي والعالمي عند ورود الردود من الأطراف المعنية